شهدت مديرية الضليعة في معسكر الأمن العام مراسم التسليم والاستلام بين مدير الأمن السلف المقدم ليد بن شملان ومدير الأمن الخلف العقيد أحمد الجمحي بحضور اللجنة المكلفة من مدير عام الأمن والشرطة بإساحل حضر موت وأشادت اللجنة برياسة مدير شؤون الضباط العقيد سالم المرشدية بالأجواء الخوية المفعمة بالتفاول والأمن التي سادت مراسم التسليم والاستلام مثنية على الجهود الأمنية التي بذلت خلال الفترة الماضية ومتمنية للمدير الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهامه الأمنية وواجباته الوطنية